بصبح عليكم مرة تانية هاية الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد إنما حار على جنوب سينة وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء والنهاردة كمان في شبورة الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سينة وشمال الصعيد كمان فيه أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ ألمية وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بيكي أهلا بيكي وخلاص قدامنا بكتير قوي وأسبوعين وينتهي فصل الخريف ونبتدي فلاكيا في فصل الشتاء يمكن ما كانش فيه تقلبات جوية عصرناها في فصل الخريف الكبيرة وما زلنا بنعيش أجواء لحد دلوقتي دافية شوية فطمنينا عن التفاصيل هل فيه استقرار هل الأجواء الدافية دي مكملة مع عينا ولا ممكن نتعرض لمنخفضات جوية بالفعل احنا لسه مكملين في الأجواء المستقرة على مدار هذا الأسبوع يمكن كمان لمطلع الأسبوع القادم مكملين في الاستقرار في الأحوال الجوية متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بتراوح ما بين الثلاثة وعشرين والأربعة وعشرين درجة مئوية لأن أغلى مصادر الكتلة الهوائية بتراوح ما بين الكتلة هي الجنوبية للكتلة هي الشمالية الغربية فبيرحس بيه ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار خاصة مع سطوع أشقاعة الشمس اليوم بنتأثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا عشان كده احنا بنقول اليوم هيكون فيه فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق الموجودة في السواحل الشمالية للبلاد ودي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط بتمتد كمان فرص الأمطار لبعض المناطق الداخلية محافظات الوكه البحري وبعض المناطق من سيناء قد تصل فرص الأمطار لبعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة لكن هي كلها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأمطار اليومية نسبة الحدوث كمان ضعيفة جدا لا تتجاوز 30% هنلاحظ الأمطار في مناطق والمناطق الأخرى عشان كده هنقول لسا مكملين في الاستقرار في الأحوال الجوية وكمان مع زيادة فترات صدوعة عشعة الشمس هنحس بالدفن خلال فترة النهار والأجواء المعتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية يمكن كمان المناطق الجنوبية جنوب السعيد وجنوب سيناء أجواء حرق لفترة النهار لكن مع الغيابة التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل هنحس بالانخفاض الملحوظ في دراجات الحرارة حاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر دائما ما بنقول في فرق كبير بين فترة النهار وفترة الليل يتجاوز العشرة دراجات والأجواء الباردة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة زي ما بنقول في الساعات المتأخرة من الليل وهي الصباح الباكر هيستمر معنا كمان تكون الشبورة المائية خلال فترات السباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة منى المسطحات المائية والشبورة دي هتؤذي لانصفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق مهم جدا ناخد بالنا من وجود الشابورة المائية لأنها بدأت تأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية بدأت كسافتها تزيد بدأت تنخفض الرؤية الأفقية معها بشكل كبير خاصة إحنا داخلين على فصل الشتاء كمان فصل الشتاء بيحصل حالات الضباب اللي بتأدي الانخفاض ونعدام الرؤية الأفقية عشان كده إحنا دايما هننصح أستاذ المشاهدين أن إحنا لازم نتابع نشرات الجوية بصورة يومية دايما أبن نخرج من البيت نعرف الحالة الجوية إيه ونبدأ نتعامل مع أي ظروف جوية مختلفة مش عاوزين خلال الفترة دي نغير نوعات الملابس بشكل كبير عشان ما نصبش بنزلات البرد لأن احنا فترة النهار بنحس بالدفء فترات الليه بنحس بالأجواء الباردة فتغيير نوعات الملابس بشكل كبير ممكن يصبنا بنزلات البرد فإحنا محفظين على صداء الملابس الشتوية وطبعا لازم القيادة بهدوء تام مع وجود الشبورة المائية نشكرك في النهاية شكرا جزيلا دكتورة منار غينة مع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة هنبدأ بالقاهرة العظمة فيها 23 والصورة 15 العاصمة الإدارية 23-13 سكندرية 23-15 العالمين الجديدة 23-13 مطروح 24-14 دميات 24-14 بورسعيد 23-14 إسماعيلية 24-10 السويس العظمة فيها 23 والصورة 14 العريش 23-14 كاترين 18-5 طابة 23-14 حلايب 24-19 شلاتين 29-19 شرم الشيخ 26-18 الغرداء 26-17 نروح للفيوم العظمة فيها 24 والصورة 11 بني سويف 25-10 الويد الجديد 26-8 أسيوت 24-10 سهاج 25-9 قنة 26-12 لقصر 27-13 وأخيراً أسوان العظمة فيها 28 والصورة 14 دي كانت حالة الجو النهاردة وكمان درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ناخد بنا من الطرق لأنه يعني بقى فيه شبورة من متوسط الكسيفة ننتزم التعليمات المرورية نحافظ على المسافة بنا وبين العربيات التانية وما نخففش لبسنا لأننا خلاص داخلين خلال أسبوعين على فصل الشتاء نرجع مرة تانية لمصطفى وهدير نكمل معاهم بفقرات صباح الخير يا مصر شكراً لك يا رب شكراً لك